المبشرون بالجنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها المبشرة بالجنة جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فأقرئ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب رضي الله تعالى عن أمنا الطاهرة سيدة قريش صديقة النساء أم القاسم أول من أسلم في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج غيرها في حياتها أم أولاده رزق حبها صلى الله وسلم سلم الله عليها كما سمعنا في الحديث وسلم عليها جبريل وبشرت بالجنة لها فضل على هذه الأمة قاطبة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لله تعالى وقفت مواقف عظيمة في بداية الدعوة مع رسول صلى الله وسلم حوصرت مع رسول الله في شعب أبي طالب أفضل نساء الأمة بل كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء أفضل نساء الأمة خديجة بنت حويلد رضي الله تعالى عنها وردوها عاشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وعشرين سنة قدمت مالها وبيتها ونفسها وكل شيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم آزرت النبي في مواقف عظيمة جدا تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت من خديجة مع أنها لكت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يذكرها وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب وإن كان ليذبح الشاتة فيهدي في خلائلها أي في صديقاتها منها ما يسعهن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي من؟ عائشة عائشة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة ومع ذلك تقول ما غرت من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غارت من خديجة مع أنها ماتت خديجة وهي لا تعرفها ولم ترها لكن لوفاء النبي صلى الله عليه وسلم ودائما يذكرها صلى الله عليه وسلم كيف لا؟ كيف لا؟ وقد قال رزقت حبها عن إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وأرضاه بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة ببيت في الجنة الله أكبر الله أكبر الجنة التي لا عين رأت مثلها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فتأتي هذه المرأة الصالحة التقية النقية الصادقة العفيفة الطاهرة صديقة النساء فترتقي أعلى قمم الجنة أفضل رساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون شهادة حق من الرسول الحق صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة يعني خير نساء القرون المتقدمة مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد فضلت خديجة على نساء أمتي كما فضلت مريم على نساء العالمين وعن أنس أيضا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون هذه مكانة عظيمة لهذه المرأة العظيمة التي كما قلت وقفت مع رسول الله مواقف يعجز عنها كثير من الرجال نعم مواقف يعجز عنها كثير من الرجال لكن الله سبحانه وتعالى هيئ هذه المرأة إلى أن تنال هذه المرتبة العظيمة وأن تقف مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بنفسها بعقلها بمالها بجاهها بمكانتها وآزرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كانت نعم الحصن الداخلي بعد الله سبحانه وتعالى أبو طالب كان الحصن الخارجي في قريش بعد الله سبحانه وتعالى وخديجة رضي الله عنها وأرضها كانت الحصن الداخلي للنبي صلى الله عليه وسلم في بيته بعد الله سبحانه وتعالى لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أسبوع واحد رزع في الاثنين مات عمه أبو طالب الحصن الخارجي كما قلت قبل قليل بعد الله سبحانه وتعالى والحصن الداخلي بعده بثلاثة أيام فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا عظيما على وفاة هذين الشخصين مع أنه رسول رب العالمين وهو من الله بمكان عظيم لكن تظل المرأة الصالحة لها أثر عظيم في حياة زوجها ويظل العمض أيضا الذي وقف مناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه حاول أن يهديه حاول أن يرشده الإسلام ما استطاع إنك لا تهدي من أحببته لكن الله يهدي من يشاء فكان ذلك العام هو عام الحزن نعود إليكم بعد الفاصل بإذن الله تعالى وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين المبشرون بالجنة مع الدكتور موفق كدسة بسم الله الرحمن الرحيم نعود إليكم أيها الأحبة في هذه السيرة العطرة أمنا خديجة حب رسولنا صلى الله عليه وسلم والمرأة الصالحة التي قدمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقدمه أحدا من البشر نبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدات نساء أهل الجنة أربع مريم وفاطمة وخديجة وآسية تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاه يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة يعني من إكرامه ومن وفائه صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة العظيمة فكان صلى الله عليه وسلم يتعاهد صويح باتها وصديقاتها اللواتي كنا يأتين إليها ويزرنها ويقضين الوقت الكبير معها رضي الله تعالى عنها وأرضاها نعود إلى بر الرسول صلى الله عليه وسلم بها بعد موتها تقول أمنا عائشة ما غرت على أحد من نساء النبي ما غرت على خديجة وما رأيتها لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وربما ذبح الشات ثم يقطع أعضاءها ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكانت وكانت وكان لي منها ولد نعم القاسم عبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة كل هؤلاء ولدتهن خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها روى مسلم هذا الحديث أقول أيها الأحبة له مكان عظيمة روى مسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك قال اللهم هالة بنت خويلد وإذا بها هالة بنت خويلد ما نسي طرقات خديجة حينما كانت تطرق عليه الباب وإذا بها أختها هالة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في رواية اليحمد عن أم المؤمنين عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء ما أعظم الوفاء قالت فغيرت يوما فقلت ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق حمراء الشدق هنا يعني أن أسنانها قد تساقطت يعني قد أبدلك الله عز وجل بها خيرا منها فقال صلى الله عليه وسلم ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها قد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء الله أكبر يقول إمام النوم رحمه الله في هذا الحديث دلالة لحسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والمعاشر حيا أو ميتا وإكرام معارف ذلك الصاحب هكذا يعلمنا صلى الله عليه وسلم الوفاة وعدم نسيان الجميل والنظر إلى محاسن الآخر الله أكبر حينما يقول آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء يقول أنس رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء يقول اذهبوا به إلى فلانة فإنها كرت صديقة خديجة اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة ما أجمل الوفاء وما أعظم الوفاء أمنا عيشة رضي الله عنه وأرضا تحدثنا تقول جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي فقال لها رسول الله من أنتي قالت أنا جثامة المزنية فقال بل أنت حسانة المزنية كيف أنتم كيف حالكم كيف كنتم بعدنا وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها وعن أحوالها وعن ذويها فقالت بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله فلما خرجت قلت يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال يعني رأت من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة الشيء العجيب حتى أدهشها فسألت يا ترى ما السر في إقبال النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة العجوز فقال إنها كانت تأتين زمن خديجة وإن حسن العهد من الإيمان الله أكبر لمكانتها عند خديجة ولأنها من صيحبات خديجة أكرمها النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن إليها وتلطف إليها ثم أقال وإن حسن العهد من الإيمان نعم هكذا يعلمنا صلى الله عليه وسلم الأدب يعلمنا صلى الله عليه وسلم الأخلاق العظيمة لهذه الأمة حتى الإنسان يكون متصفا كما كان صلى الله عليه وسلم شاهد أيها الأحبة هذه المرأة الطاهرة المطهرة العظيمة خديجة رضي الله عنها وأرضاها لا أحد يساميها في نساء هذه الأمة لا أحد يساميها أبدا لقد كان من صفات أمنا رضي الله عنها وأرضاها العقل الراجح وصفاء السريرة والنفس السامية والطهارة والزوجة الصالحة نعم زوجة كريمة زوجة صالحة صاحبة عقل راجح نعم كان له قدرات إدارية هائلة استطاحت توظيفها قبل الإسلام في أعمالها الخاصة فقد كانت السيدة خديجة تاجرة ذات سمعة عطرة وكانت أيضا ذات مال حيث كان رضي الله عنها توظف العديد من الرجال ينجز لها أعمالها وترسلهم في تجارتها إلى الشام وغير ذلك ومن هنا تعرفت عن رسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسلت تخطبه إلى نفسها مع أن الرجال كانوا يتمنونها نأتي إلى نهاية سيرة أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها الصادقة الطاهرة التي تشرفت بسلام الله عليها وسلام الأمين عليها وأن كانت فراشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يرضى عن الصحابة أجمعين وعن أمهات المؤمنين وأن يجمعن بهم في زمرة سيد المرسلين تقبل الله منا ومنكم صيامنا وصلاتنا وسائر أعمالنا وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة